السلام عليكم اخوان والاخوات وكل عام انتم بألف خير جيناكم اليوم بوصفة رائعة الشريم او الكروفيت بالكنافة بالنسبة لحنا درناها الشريم لاننا ملقينش الكبير انتو اللي لقيتو الشريم او الكروفيت الغوية الكبير ديروه انا راح نوريكم كيفاش كننحيدو بعد ما كننظفو الشريم او الكروفيت وتنحيدو لديك العرق اللي هو في الشريم كيفما شفتو عاد غادي نغسله ونشفوه ونبعد نرجعو معاكم المرحلة التانية باش نوريكم الطريقة تشدو الشريم انا عيه تنقلب على الشريم او الكروفيت كبير او القيم رون كبير ملقيتوش تلقيت غي هذا العادي درناه بيه حتى هو الديدي بساح تيجي صغير شوية في حتف الزينة والله في الترتيب بعد ما نقينا خلينا له الديل نديعلو اه غصنا نشفناه حيدنا له العرق كيفما شفتو درنا البابريكا او الفلفل اسود عفوان فلفل احمر الحلو مشو الحار وحطينا كمون بودرة ديال توم عندنا ملعقة كبيرة من توم فريش عندنا بودرة وتوم فريش مهروس ثلاث ملاعق من الليمون اذا حبيتو هذا الوصفة تحطو الزبدة دايبة حطو ما حبيتوش حطو زيت الزيتون عفوان ما تكون الشريم او الكروفيت كبير او القامرون على حسب كل بلات شنو كتسميه ما تكون كبير كيكون احسن تعطي منظر وفي نفس الوقت كيتحمل درجة الحرارة حطينا جوج معلق من الزيت الزيتون اذا حبيتو حطو ملح حطو زبدة على حسب رغبتكم رح نخلطو الشريم حتي يشرب التوابيل ديالو نخليوه مدة ساعة غطو حطوه في الثلاجة مدة ساعة لغاية ما ينزل الصوص نتاعو هذيك الصوص ما كنحتفظو بها كنرجعو ندوبو الزبدة في واحد الإناء ولا زلافة ولا كاس على حسب وتخلطوه مع هاد الصوص وبيه كتسقي والكونافة كما قلت لكم إلا بغيتو تدروها في هذا الشريم أو الكروفيت غوية لأحسن تكون كبير كيعطي منظر وتيعطي كوشي حتى صغير جبنين بالصحة اللي كان كبير كان أحسن كيف ما شفتو كان ستفو الكونافة وتنسقيوها بالزبدة والصوص ديال الشريم أو الكروفيت اللي رخات ومن بعد كيف ما شفتو كان تنضغطو عليها على الكروفيت أو الشريم زيان على الكونافة باش يلسقو كان حيذوك الشوائف الشوائد الجيدة أو الأشياء اللي كتبقى زيدة في الشريم كيف ما قلت لكم ديال الصوص اللي كتنزل من الكروفيت أو الشريم كنزيدوها على الزبدة وكنسقيو الكونافة كنضغطو مزيان على الكونافة مع الشريم باش يلسقو كيف ما شفتوه ومن بعد غد يحيد الزوائد اللي في القدم ديال الشريم ما تيجي ممتاز يعني كمقبلة مع الأكل يعني تيضغط مزيان على الشريم حتى تتلصق هادي نعودو معاكم مرة أخر باش الناس ديال الصوص تنحتفظو شفتو كيفاش تيرجع يسقي بالزبدة مع ديال الصوص ديال الشريم باش كتجي حتى الكونافة من السماء بالنكهاتيال التوابيل للشريم وكتستمرو حتى تتكملو الكيمية اللي عندكم وغادي نرجعو لمرحلة ديال القليه هنا بعد ما خلصنا قاع الشريم اللي عندنا او الكروفيت غادي نسخنو الزيت على درجة الحرارة حمام مريم ما يكونش بزاف ما يكونش بارد وكتقلو الشريم ديالكم وتترافقو باي صوص انتم محبين وكتديرو شوية بشوية حتى كتكملو الكيمية دياللي عندكم وما تخلوه شي طيب بزاف يعني مجرد ما كيتحمر لكم هذا الكونافة مع الشريم وكتهزو وكتقلو يعني شوية بشوية هنا بعد ما قلنا شفتي تكشيلش قلت لكم الشريم الكبير احسن لانتي يعطي منظر وهنايا بعد ما سالينا بشريم وكتقدم يعني مرافق كطبق اول يعني مقبلات ان شاء الله تجربوه ويعجبكم مرة تيجي زوين اولا كان كبير كان احسن تيجي الطبق ممتاز وتتكال يعني تنتمنى وتجربوه الشريم بالكونافة او الكروفيت بالكونافة كان هذا هو الطبق لينا اليوم شاء الله تجربوه يعجبكم وكما قلت لكم الى درتوه الشريم كبير كان احسن يعني وكي عطي زينة ممتازة وفي نفس الوقت حتى في التقديم تيبان احنا حبينا نجربوه ان نشاركو معاكم طبق وشكرا للناس القدام الجداد وما تنسوش تبارتازي والفيديو وشكرا لجميع وشكرا لكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة